إنه الله مع فضيلة الشيخ الدكتور موفق كدسة رحلة مع الأسماء الحسنى والصفات العلاء إنه الله أسأل الله أن تقبل صيامنا وصلاتنا وسائر أعمالنا وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاءا من كل دعو حديثنا اليوم سيكون بإذن الله تعالى عن اسم الغافر الغفور الغفار وهذه ثلاثة أسماء اشتقت من صفة الرحمة والمغفرة فالله سبحانه وتعالى هو الذي يغفر ويتجاوز ويعفو ويرحم يغفر الذنوب جميعا أن يسترها والمغفرة هي التغطية والمغفر هو حلق أو درع يقنع به المتسلح يقيه ويستره الغفور ورد في كتاب الله 91 مرة أو موضعا قال الله سبحانه وتعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وقال تعالى وهو الغفور الودود وأما الغفار فقد جاء في كتاب الله في خمسة مواضع وكما قال الله سبحانه وتعالى فقلت استغفر ربكم منه كان غفار على لسان نوع عليه السلام يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا والغافر جاء مرة واحدة في موضع واحد كما قال الله تعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير الغفار هو الستار لذنوب عباده ومعنى الستر في هذا أنه لا يكشف أمر العبد لخلقه ولا يهتك ستره بالعقوبة التي تشهره في عيونهم والغفور أشد مبالغة من الغفار والغفار والغفور التام المغفرة الكثير الغفران فالله سبحانه وتعالى لم يزل يغفر ويتجاوز ويمحو ويعفو ويرحم عباده لأنه سبحانه وتعالى غفور غفار غافر قال الإمام السعدي رحمة الله عليه في تفسيره وقد وعد بالمغفرة والعفو لمن أتى بأسبابها قال الله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وقال سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين لذلك لا بد للمسلمي دائما وأبدا أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى يغفر ولا يعجزه شيء لأن الله سبحانه وتعالى ماذا يقول يقول يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا عبادي أو يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة فالله سبحانه وتعالى لم يزل غفورا غفارا غافرا سبحانه جل في علا ومهما عمل الإنسان ومهما اقترفت يداه ومهما جنته يداه ومهما أسرف على نفسه ومهما ابتعد عن الله لا بد أن يجد نفسه أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى فيغفر الله سبحانه وتعالى ما مضى من ذنبه وكما قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم من شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليما يقول سبحانه وتعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ونحن في هذا الشهر الكريم المبارك شهر رمضان المبارك نرى وسائل كثيرة وأسبابا كثيرة لمغفرة الذنوب من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فالله سبحانه وتعالى لا يزال يتفضل على عباده في مثل هذه المواسم المواسم العظيمة شهر رمضان المبارك أيام العشر من ذي الحجة يوم عاشوراء يوم عرفة الأيام الأول من ذي الحجة كل هذه الأيام الله عز وجل يعطي لعباده ويمن على عباده ويغفر لعباده وكما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وروي عنه إن لربكم في أيام دهركم لنفحات فتعرضوا لها لذلك المسلم يجد نفسه يمر خلال اليوم والأسبوع والشهر والسنة على مواسم يدخلها محملا بالذنوب والمعاصي والخطايا والآثام ثم يخرج منها وقد غفر الله له ذنوبه من تلك المواسم اليومية الصروات الخمس النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تحضره صلاة مفروضة فيحسن وضوءها وركوعها وخشوعها وطمأننتها ثم يقول صلى الله عليه وسلم إلا كانت كفارة ما بينها وبين التي قبلها وذلك الدهر كله الله أكبر ما من مسلم تحضره صلاة مفروضة يحسن الاستعداد لها وضوءها وضوءها خشوعها طمأننتها ركوعها سجودها إلا كانت كفارة ما بينها وبين التي قبلها وذلك الدهر كله بل حتى في الصلاة وأثناء الصلاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام ولا الظالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه هذه فرصة تأتين في اليوم والليلة ست مرات مرتان في الفجر ومرتان في المغرب ومرتان في العشاء ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وهذه فرصة تأتين في اليوم والليلة سبع عشرة مرة مرتان في الفجر أربع في الظهر أربع في العصر ثلاث في المغرب أربع في العشاء سبعة عشر مرة وليس لقبل ست ثلاث وعشرون فرصة في اليوم والليلة يغفر الله فيها ذنوبنا هل استشعرنا هذا أم لا أيها الأخوة الأمر الآخر الموسم الأسبوع يوم الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من اغتسل في بيته ثم مس من طيبه ودهنه ثم عمد إلى المسجد فاستمع الخطبة وصلى وفر له من الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام الله أكبر غفر له من الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنى من الإمام فاستمع ولم يلغو كتب الله له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها الله أكبر مواسم شهرية صيام الأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من صام يوما في سبيل الله بعد الله عن وجه نار جهنم سبعين خريفا ويقول عليكم بالصوم فإنه لا مثل له كل عمر بن آدم له الحسن بأمثاره إلى سبعين إلى سبعمائة يغفر الله لك ذنوب سنتين ماضية ومستقبلة يوم عاشوراء تصومه فيغفر الله لك ذنوب سنة كاملة فنجد أن الله سبحانه وتعالى يتعاهد عباده بهذه المواسم الحج من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه وهذه كلها أيها الأحبة دلالة على سعة رحمة الله وكثرة مغفرة الله وأن الله سبحانه وتعالى لم يزل يغفر لعباده مهما بلغت الذنوب المعاصي مهما فعل الإنسان فإذا استغفر الله بصدق فإن الله سبحانه وتعالى يغفر ويرحم ويتجاوز لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى لكن كما قال الله سبحانه وتعالى يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الظنوب جميعا قال فاستغفروني أغفر لكم استغفروني أغفر لكم فهو الغفور الغافر الغفار سبحانه جل في علاه أسأل الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتجاوز عنا وأن يتقبل صيامنا وصلاتنا وسائر أعمالنا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة